شن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية هجوما على قطر بعد صفقة الاستحواذ على لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار لصالح نادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر واعتبر المسؤول الفرنسي أن الدوحة تسعى للتأثير على المسار الدبلوماسي عبر الرياضة وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستنر أكد أن الدوحة لا يمكنها الهروب بصفقة سان جيرمان من الإجابة عن أسئلة ملحة تتعلق بدعم الإرهاب توقيع صفقة نيمار لصالح النادي الفرنسي الذي يملكه النظام القطري لا ينفصل عن شبهات فساد تحوم حول ملف مونديال 2022 الذي نالت قطر حق استضافته فيما التحقيق في تفاصيل هذا الفوز يجري على قدم وساق في أروقة الفيفا حاليا اشتركوا في القناة